السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا فندم ازاك يا أستاذ أحمد تمام والله الحمد لله بخير ربنا يكرمك بس بس لأستاذ أسرام لو أنت مولاني الشهر الصالح نعم يا فندم اتفضل أنا شغلتي محام يا أستاذ أحمد اه تفضل فريجيني موكلين في المكتب للدفاع عنهم في المحكمة تمام في بعض من هؤلاء الموكلين بحس أنه هو كدام تمام بحسن عن واحد وطيقف إنه هو ارتكب هزاك ايو فهل امزاح حلال أم حرام طيب حاضر أنا شغلتي محامي جاي ما بقول لك تمام تمام بيجي المكتب تحكي لي موضوع بقى أستجوبه بقى الموم ثلاثة ضعرق إنها زراج والليس على حق طيب القضية أستاذ محمد اسمع الشيخ يا أستاذ محمد يا أستاذ محمود أنا أستاذ محمود أنا معلش أنا شايف من الشاشة ميم حاهم ميم بس مش شايف باية البيت مقصدش مقصدش أنا بس اللي باين قدامي على الشاشة الباية مش باين باية اسمك ثلاث حروف بس نعم أنا آسف يعني الأضايا اللي بتجيلك أضايا يتعلق بيها حق للمكتب حق للآخر لين عند الناس ولا حق من حقوق الله يعني واحد زنى واحد كسر إشارة واحد مش عارف إيه مخالفات مرور ولا أضايا واحد واكل حق الواحد في حضر الشيخ عصام الأمر مختار يعني الأمر فيه الشيخ عصام أصلاً الفتوى تختلف على الإجابة على سؤال لحضرتك ووصلك فكرتك في إيه حوالد 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 في بعض أضايا الشيخ عصام بيترطب على حقوق الأفضل آه ده اللي أنا عايز أستفل فيه فيه وفيه بعض أضايا يعني طيب مخالفة مرور واحد ضرب واحد واحد يعني عمل حيلة من الحيل عشان يعمل غرض معين بس طيب أبعو بحضرتك تمام السؤال وصل يا أستاذ محمود حاضر والشيخ إن شاء الله يجيبك وتسمع الإجابة الآن بإذن الله بشكرك شكراً جزيلاً على اتصالك تفضل يا مولان يعني هو طبعاً مهنة المحامة في أصلها مهنة شرعية حلال يعني نعم إنها الأصل فيها إنها ترفع الظلم عن المظلوم وتأتي بالحق لصاحبه هذا الأصل في المحامة تمام وهي بتأتي بباب التوكيل في الحكم في الشرع إنك توكل أحداً عنك وحتى المحامي وإلك إن موكل أي لأنه موكل عن الشخص طيب ودفاعاً أحد بأجر لا مأسة لا منع منه شرعاً المسألة تعتمد على هل أنت متيقن من أن الموكل الذي جاءك مخطئ ويريد أن تمنع وصول الحق إلى صاحبه وأن تبرئ أجانياً عندئذ هذا لا يحل لك شرع حرام تمام قولي تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثن والعدوان نعم ده أمر طيب لا أنا الرجل مجرد أحس الإحساس مش حكم لوحده إلا لو بيقين عندك لأن حتى الإحساس لو أنت يعني أحسست أو توسمت أنه مظلوم وطلع بعد كده لا مش مظلوم لا وزر عليك في هذه الحالة لقولي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر ويعتريني ما يعتر البشر فمن اقتطع طلوه شيئا من أخي فإنما اقتطع طلوه إيه قطعة منه ولعل بعضكم ألحن في الحدة عن بعض ده الشاهد هنا ألحن هنا بمعنى إيه بقى يا شيخنا إنه عنده أسلوب يتكلم به يعني بيلعب بثلاث وراءات زي بيقوله أو طريق إقناع بيقدر يقنع والتالي صاحب حق لكن مش يعني يقوله أنا كدب يمسوي ولا إيه ولا سيد النخمة يعني مع فرق التشبيه يعني طيب في الحالة اللي زي دي طيب أنا لو أنا بترفع على واحد فأضي لكن مش مش مبني عنها الآخر كسر إشارة مش عارف بغرفة مرور حاجات من ليه ممكن إيه حق أشبب حق عام أو شيء ممكن يتجاوز ده لا مانع فيها زنة يعني شاكك آه معاولة معهوش بتاع والد دي فيها فيها مساحة أوسع لكن حقوق الآخرين للعباد هي دي اللي لازم ندق فيها طيب لا ده ضرب واحد وقصة طيب إذن أنا ممكن في دوري كمحامي ألجأ للحل بالتصالح وأتعالي مش هضيه علي وده كان بيعملها الله يذكره بالخير الشيخ حزم صراحة بإسماعيل أي قبل اللجوء والرفع القضاء ده كلها يحاول يحل ودي وبعدين كان مرة سألوا شيخنا الشيخ عبد المعزة بالسلطرة الله رحمه فبيقوله انت لازلت على ما قاله بدأت أضيق فيها لأن بعض الناس بدأت يستغليها في مط الأجل وأكل الحقوق الأطراف الأخرى يعني فهنا فيها هذه المساحة لو أنا متيقن أن الحق ليس معه طيب لكن أنا ممكن هيتعاقب هيتعاقب فأنا دوري أنزل لأنه شايف الراجل غلطان نعم لكن تايب وراجع وعايز أوصل به عند القاضي لأقل درجات العقوبة لا بأس في هذه المحلة أيضا أن أنا أكون محامي عنه لأنه ما اعترفني وكذا وهمتك معانا ما أخدش العقوبة القصوى يعني ماشي يبقى هو دور المحام يبقى دور المحام طيب صرت في حاجة رفعت فيها وأنا مش ضامن القاضي يحكم به لأن في النهاية رحمه دي براء مثلا وهو مدام وفيه حق مترتب باتفق معاه لو أنا المتوقع بالنسبة 90% أني لا عقوبة لكن دور أن أنا أنزل بأقل العقوبة طيب لكن فجأة الأضرح ندي له براء فأنا باتفق قبلها بس الناس دي لو حصل أنك انت خدت براء ليهم الحق الفلان أيوة الحق دات تدولهم نكتب نكتب تمام أنا مبقى من أن أأمل نفس الشرع عند ربنا هو بقى غدر خلاص نتحمل وزر نفسي فأنا هنا المسألة يعني تبقى اجتهادية قدر الاستطاعة أيوة لأن مش هتبقى أنت متيقن أن ده يعني غلطان إلا لما يجي اعترف لك بالكامل أنا عملت كذا 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 وده بيقى أرح لمحمه معين يقول لنا عملت عشان تطلعني منها ازاي مظبوط مش جاي لك عشان تقول أنت صح وصح ولا غلط أيوة فالمسألة بتعتمد على ما يقبل فيه التوبة وليس في رب للحقوق آه تطرف عنه فيه وما لا يقبل فيه التوبة يعني لو وحدة متهمة بالزنا خلاص وضبطت متلبسة لكن ما فيش فيها الشهود الكاملين أيوة ومش وحدة ممتهناها مهنة ضعارة مثلا ده من حقوق الله مش من حقوق العباد الزنا من حقوق وارد أنا هنا القصد ما يكون فيه ما لا يترتب عليه حق الآخر حق للعباد ده للواحد لا يتسامح فيه بأي حال من الأحوال تمام جزاكم الله خير نشيخنا